اشتركوا في القناة ونتابع تفاصيل هذه المحطات لحتجنا ان نعيش ثلاثة مرات يعني ان نموت ونعيش نموت ونعيش ونموت ونعيش يعني حتى نرى في ثلاث مرات حجم هذه المحطات المهولة لقدر ما تتيحه من معلومات وتفاصيل وأفلام وخلافه من البرامج لكن الميزة في هذه المحطات بأنها تطرح أمام الخيارات بالماضي كان أمامنا محطة أو محطتين ننتظر حتى تتاح ونحن أطفال عشية اليوم وتنتهي مع منتصف الليل لكن اليوم هي متاحة على مدار الأربع وعشرين ساعة الفارق الزمني بين المحطات في مكان بثها الجغرافي يعني عندما نتحدث عن محطة تعمل في كندا أو محطة تعمل في أستراليا أو محطة في فلسطين هناك فوارق زمنية كان في الماضي انتاج وبث البرامج تحديدا بث البرامج التي تحوي على ألفاظ عنفية معينة أو تحوي على مشاهد ربما تكون ملامسة للحياء كانت تبث بعد ساعة محددة اليوم مع الأسف في هذا العالم الفضائي باختلاف المساحات الزمنية واختلاف التوقيت من دولة لأخرى تبث كل المواد تقريبا في كل الأوقات لذلك تحصل على كل شيء في كل الأوقات وهنا مهم أن أذكر ضرورة الاهتمام بأطفالنا ليس بالعمل على ترهيبهم وإنما بالعمل على توضيح ما يتاح من هذه المحطات ولفت الانتباه إلى أهمية عدم متابعة المحطات التي تبث أفلام عنفية أو أفلام منافية للحياء وهذا موضوع حساس لأنه يمس نسيج مجتمعنا لكن هناك محطات بمستوى هذه المحطة العظيمة التي نقوم من خلالها بإنتاج هذا البرنامج نشيطة جدا في مساحتها الجغرافية نشيطة فلسطينيان ونشيطة عبر الإنترنت وهذه ليست حلقة ترويجية للفجر الجديد وإنما أقول بأنها حلقة تتيح لكم التعرف على أن هذه المحطة تمتلك حضور عبر الإنترنت وحضور قوي وقدر وكثير من محطاتنا الفلسطينيين اليوم باتت ترى في منصتين رئيسيتين منصات لألبث ولجذب أكبر عدد من المشاهدين وهما الإنترنت بطبيعة الحال ومنصات الإعلام الاجتماعي عبر الإنترنت لذلك إما أن يبث البرنامج بصورته الاعتيادية تحت عنوان ما تبحث عنه عبر الإنترنت أو تذهب إلى صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بهذه المحطة وتقوم بتحميل البرامج أو متابعة البرنامج الذي تريد الأهم في هذا الأمر بأن المحطات التلفزية لم تعد تنتظر اللاقط الاعتيادي والبث بساعات محددة تجاوزت هذا المدى تبث على مدار 24 ساعة وصلت إلى عالم الإنترنت وترى بأنه في هذا العالم منافسة كبيرة يعني إما أن يكون لها حضور عبر الإنترنت وإما تختفي عن الفضاء لذلك لا بد أن يكون لها صفحة في الإعلام الاجتماعي أن يكون لها موقع يحمل كل برامجها ويصل الناس بسهولة يعني موقع مش معقد وأيضا البث المباشر عبر الإنترنت بصورة اعتيادية ودورية المهم ومصداقية المؤسسات تأتي من هذا ما سأقوله الآن الانتظام في بث هذه البرامج وتسهيل وصول الناس إليها وعليه تكبر القاعدة أو يكبر عدد المشاهدين لذلك أدعوكم دائما للبحث عبر الإنترنت والإبحار في هذا العالم للوصول إلى الفضائيات والحصول على البرامج التي تستفيدون منها لكم ولأطفالكم ولمجتمعكم بارك الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة